الأوضاع الأمنية داخلياً وعند الحدود مع سوريا إضافة إلى جهوزية الأجهزة الأمنية والإدارية المعنية في فصل الصيف كانت محور اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي عقد في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون وبحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعدد من الوزراء وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية الرئيس عون والرئيس الحريري أكد التزام الحكومة تحرير الأراضي اللبنانية من الإرهاب كما عرض قادة الأجهزة الأمنية تقاريرهم حول القضايا الأمنية والأحداث والتطورات الأخيرة لا سيما العمليات الاستباقية وتوقيف بعض الشبكات الإرهابية أكد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة تحرير الأراضي اللبنانية من الإرهاب كما هي ملتزمة التحالف الدولي ضد الإرهاب وهي لن تتهاون ولن تضيع أي فرصة لمكافحة الإرهاب وتصدي له وردعه ثم تم عرض الأوضاع العسكرية والأمنية لا سيما في جرود عسال ورأس بعلبك والقاع وتم اتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأن نجاح العملية العسكرية للقضاء على الإرهابيين أخيرا بحث المجلس في جهوزية الأجهزة الأمنية والإدارية المعنية في فصل الصيف لتأمين الاستقرار اللازم للمواطنين والسياح والمغتربين في مختلف ألماته وأبقى المجلس على مقراراته سرية تنفيذا للقانون رئيس الجمهورية كان عقد قبل الاجتماع لقاءا مع الرئيس الحريري بحثا خلاله الأوضاع الأمنية كما التقى تباعا قادة الأجهزة الأمنية